ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداول بين مستعمل تطبيقات الترسل الفوري على الهواتف المحمولة يظهر فيه شخص يتعرض للسرقة من قبل شخصين وكانت ولاية أمن الضار البيضاء قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداول بين مستعمل تطبيقات الترسل الفوري على الهواتف المحمولة يظهر فيه شخص يتعرض للسريقة من قبل شخصين على مستوحي الألفاء بمدينة الدار البيضاء وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكتفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من توقيف المشتبه فيه الذي كان يتحوز السلاح الأبيض فيما لا زال البحث متواصلا من أجل توقيف المشارك الثاني بعدما تم تشخيص هويته الكاملة وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدابير المراقبة هنا إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية